أولا المسائل الأربعة قال المصنف رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم قال الشارح وفقه الله سبب ابتداء المصنف المتن بالبسملة أولا اقتداء بكتاب الله وبالأنبياء عليهم السلام ثانيا تأسيا بمن قبله من العلماء والسلف الذين كانت من عادتهم بدء تصانيفهم بالبسملة ثالثا من باب التبرك بسم الله الكريم قال المصنف رحمه الله اعلم رحمك الله قال الشارح وفقه الله كما أشرنا في المقدمة أن من عادة المصنف أنه يبدأ بالدعاء لطلبة العلم وأسأل الله لهم الرحمة وفي هذا دليل على رحمة علماء أهل السنة والجماعة بطلبتهم وعلى أن الدين الإسلامي مبني أصلا على الرحمة العلم هو معرفة الحق بدليله وضده الجهل قال المصنف رحمه الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل الأولى العلم وهو معرفة الله ومعرفة نبيه صلى الله عليه وسلم ومعرفة دين الإسلام بالأدلة الثانية العمل به قال الشارح وفقه الله قيل في بيان العلاقة بين العلم والعمل يهتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل فلا فائدة في علم غير مقترن بعمل فإذا تعلم وجب عليه أن يعمل وإلا كان فيه شبه باليهود لأن اليهود عندهم علم ولا عمل يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وأول من تسعر به النار ثلاثة منهم عالم تعلم العلم ولم يعمل به وعالم بعلمه لم يعمل معذب من قبل عباد الوثن ترجمة نانسي قنقر